اشتركوا في القناة بفيروس كورونا 19 وللممردين والأطباء اللي عبيقوموا بخدمتهم والعائلتهم ولكل اللي عبيصلوا للشفاء من هالمرض بيقدروا البابوات حسب القانون الكنسي انه يعطوا الغفران الكامل بأحداث ومناسبات عدي على مر السنين هذا اليوم نحن بخطر الوباء وهو بيقدي للموت وعب يتم انتشاره بسرعة وما عبيعرفوا الناس اللي عبينصابوا وعبيكتروا المرضى في المستشفيات وعبيكتر الموت كمان فهون الموضوع بيتحدد بعدم قدرة الكهنة بسماع الاعترافات الشخصية وبيعطاء الغفران والحلة هلأ هوني بيتحدد الموضوع عند وقت ما بيصير فيه امكانية للاعترافات وعند بيكون فيه خطر موت جماعي فالبابا هو وحده اللي بيقدر يعطي الغفران الكامل اما الحل الجماعية هدا موضوع آخر هلأ نتحدث عنه فالغفران الكامل كمان حسب الدكرة اللي طلع او البيان اللي طلع من من البنية السيرية يعني من المركز الغفران او الاعتراف بالفاتيكون وهيدا المرسوم اللي طلع بيحدد شروط اللي بدينينالو يقدروا يستفيدوا من الغفران الكامل اولا بدينكون فيه توبة صادقة وبدينكون فيه او اعتراف صار قبل شخصي او تعهد بانه وقت تمرق هالحالي ويزمط الشخص يرجع يعترف اعتراف فردي وينال الحل الفردي هيدا اه كمان من الشروط بعدين من الشروط التانية انه يقدر اه اه هو مع ذاته او اشخاص مع ببقى مع بعضهم كجماعة انه اه يعملوا فروض اه اه من الفروض المطلوبة او زيارة الاربان او اه تلاوية النقمان او المسبحة اه وغير ذلك هيدا تعويضا اه لحتى الحقيقة الواحد يحس بخطيته ويقدر يساعد حاله حتى اه قدم فيه ما يرجع يوقع بذات الخطية هيدا مثل سلاح لقاله حتى يتقوى او حتى يحضر حاله كمان ليستفيد من هالغفران الكامل فهيدا الموضوع هاودي كلهم هاودي المطلوب يعملهم هاودي مش لانه بينال الغفران لا ينال الغفران هاودي تحضير روحي بالاول حتى ليستفيد من الغفران الكامل وبعدين هو تعويد حتى يقدر هالغفران الكامل اللي اخده يقدر يعويد شخصيا مثل ما بيعطيه الكاهن بالاعتراف الفردي بيعطيه تعويد كمان حتى يعني اليوم عم نتخطى قضية القصص عم نروح لقضية انه يوعى اكتر للخطية تبعوله ويحس اكتر بشناعة هالخطية وياخد مثل قوة روحية حتى ليتقوى على التجارب كمان مرة تانية ويوعى لعظمتها الخطية ويكون عنده درع لمجابهة التجارب بيتوقعوا بالخطية من جديد هلأ بموضوع الحل الجماعي هون البابا او كمان هاي المرسوم اللي طلع من مجمع التوبة هيدا هاي عطل الأسقف المحلة يقدر يقدر الحالة اللي بتطلب حالة جماعية وقت بيكون في مرضى بالمستشفيات كتار وقت يكون في حالة هال الإصابة بالفيروس لحتى للكهنة أولا يكونوا بمنأة عن أنه ينصابوا بالفيروس يكونوا موجودين بالمستشفى بيقدروا يعطوا الحل عن بعض جماعيا وقت يكون مجموعة من المرضى مشرفين على الموت وما بيقدر الكاهن يعرفهم واحد واحد لأنه هاي الشغلة صعب يكون اكتار والموت داهم فبيقدر يعطي الحل الجماعي بإذن من الأسقف وهون على أساس إنه إذا الشخص نجي من الموت يقدر يرجع يعترف فرديا فهيدا اللي بحب أقوله هلأ عن الغفران الكامل وعن الحل الجماعي وهيدا مش موقع هون نتحدث عن بيع السقوق بالسماء لأنه هيدا موضوع آخر على كل نهايدي ما من الكنيسة عبطاعة الحل الجماعي لا يدفعو لها ولا عبطاعة الغفران الكامل لا يدفعو لها هيدا وضع استثنائي عبتعمل حضور استثنائي في العالم